دي كانت اللقطة الأولانية بالنسبة لي لفتت انتباه واعتماد الرجل وان وجود صلاح محسن وهروح لك لي اللقطة اللي بعدها على طول ماشي دي على سرعتها وبعدين هاتلي اللقطات بتاع العيب التاني اللي انا عايز اتكلم عليه نهاردة جدا هو زعلوك زعلوك يا كريم مش وليد اللحظة وقفلي وقفلي هنا بعد ما اول ما اول ما يستلمها ارجع بس لا دي دي جول أولاني خلاص ودينا بقى على الجون التانية على طول بتاع لقطة زعلوك زعلوك يا كريم مش هو الحد بيكتشفه النهاردة زعلوك هدى في المراحل السنية في ودي دي جلا الاهلي اشتراه من ودي دي جلا مجموعة من اللاعبين منه محمد خالد كباك لعبة مميزة عبد الرحمن رجدان كريم دي بيس وزعلوك زعلوك وانا هروح لك لحت ممكن الناس بتكلمتش عليها فيما يتعلق بالجون لعيب صغير 18 سنة اسجل جول في مباراة ودية مش الحدس الجلل وانا بنفخش في لعيب علشان الناس دايما بتتكلم تقولك انتوا اللعبة الصغيرة بتروحوا دايما انتوا تفخموا اللعبة فاللعيب يبتري يحس بنفسه فيبتري إلا زعلوك من اللعبة اللي دايما عنده حاجة مفتقدها النادي الاهلي سواء على سعيد قطاع الناشئين او المهاجمين عموما في مصر في المراحل والفترات الاخيرة فيما يتعلق بمركز المهاجم ماشي ماشي الكورة بص بعشين جيمي هيقول لنا اللواتي حاجة احنا مخداش بالنا منها لما شوفنا اللا دي دي ده الجون الاولانية انا عايز بداية الجون التاني لان اللعبة دي تكررتت مرتين يا كريم الاهلي كان بيحاول سجل منها ماشي طبعا هبنا اعتذر على القوالتي لان دي الكوالتي الوحيدة المتاحة للمباراة دي كورة اولانية يا كريم بتقولك بس حاجة قبل ما نروح لازعلوك رجع تاني معلش بصة كريم الكورة دي كابي بست من الجول بص من رمو ربيعة ماشي ماشي م ماشي الاختراق وبص على ما كان حسين بس بص حسين موجود هنا وهي بتري يرجع يخش في العمق بص والحركة بدون كورة ومارس الكولر يعني مارس الكولر والحركة بدون كورر رجل بيرجع يشتغل في العمق الكورة رحت على اليمين كروس من كريستو برجل اليومين رغم ان هو لعيب اعصر وتحطت اتقطعت من العرض القريبة بص بقلم هتكرر تاني في وجود زعلوك يلا ماشي وقاتل الكورة اللي بعدها على طول يلا بص ده امام عشور اللي هجيله في النهاية كورة بص خرد عبدالفتاح هيوقف ويسند هحط الكورة في العمق هترجع له تاني وقف هنا وقف ارجع 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 تاني ارجع تاني كمان 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 بص اخر الصورة فوق يا كريم اللعيب اللي وقف اللعيب اللي على خط التمنتاشر ده زعلوك اللعيب اللي على خط التمنتاشر وميزة التحرك بدون كورة اللي افتقدها الاهلي من وقت عمام متعك آخر اللعيب كان عنده قدرة على التحرك في المساحات وهنا عشان الناس ما تقولش أنا لا أشبهه ولا أقارنه بعمال متعب أنا بقولك عالميزة افتقدها النادي الأهلي افتقدها المواجمين المصريين من وقت عماد متعب الحركة بدون كرة في المساحة والرؤية والربط مع زميله كمل هنا وبص وامشي فريم فريم على التحرك بتاع زعلوك بص البص وهنا قطع خارد عبد الفتاح كمل كمل التحام عادي جدا راح نحي تلمين بص بص اركز سيبك من خلق وقف سيبك من خلق عادي الفتاح والتحرك اللي جواه التمنتاشر فريم كمان فريم كمان بس التحرك اللي جواه التمنتاشر الراجل اللي بيقطع لجامل على خطة التمنتاشر وداخل في المساحة وبيهاجم المساحة هنا يا كريم داخل بيقطع على القريبة كمل كمل وهي كانت خلاصة شبهة قفلت عليه راح الراجل قطعها قطع وحططها في القريبة الجول يبدو انه سهل لكن القصة كلها في الجول هي التحرك ازاي الراجل قدر يتحرك فهي هرجع أقول تاني هو جول بالنسبة لي بريحة عماد متعب وبريحة مهاجمين النادي اللي هو مولود مهاجم موجود في القطاعات الناشئين مهاجم مش مهاجم مصنوعة مهاجم عنده قدرات ممكن تخليه بعدين وعلق تعليقي بقى بعد ما اتكلمت على زعلوك وإيه الميزة اللي عند زعلوك ميزات وبالمناسبة مارس الكولور من اللعبة اللي معجب بها جدا جدا لكن خلينا أقولك أنت مش لايزعلوك بيلعب الفترة اللي جاية خاصة في وجود كعربة وفي وجود صلاح محسن ولما ريجي القصة المهاجم ولما ريجي تاني القصة المهاجم فالراجل مش إيه يلعب كتير لكن كمهم أنه نعمل هايلايتينج هنا على زعلوك وأن الراجل لما بص على المقطاع الناشئين هو طلع ثلاث لعبة بس يا كريم اللعبة اللي هتستمر مع الفترة اللي جاية ثلاث أو أربع لعبين بس من كل اللعبة اللي راحت معادي معتز محمد ومعتز أنا اتكلمت عليه هنا باستفادة مدافع قوي جدا ممتاز وجاله أكتر من ستة عروض إعارة لأهلي رفض تماما مارس الكولر رفض تماما الاستغناء عن المعتز ومعتز هياخد فرصة الفترة اللي جاية مع النادي الأهلي خاصة في ظل إصابات محمود متولي هياخد فرصة الفترة اللي جاية وهو البديل لأنه بلعب رجل الشمال هو البديل محمد عب منع من المباشر رقم 2 على طول في مركزه ودي قناعات مارس الكولر هو الراجل عجبه جدا معتز وعجبه هدوء وعجبه عدم خوفه معتز بالمناسبة موليد 2005 كان مع اللعيب 18 سنة وبيلعب أساسي فيه النادي الأهلي أو بياخد فرصة ولعب المبارادي بشكل كامل فزعلوك أنا بحطش على ضغوط زعلوك هو المهاجم دلوقتي رقم 3 وارد جدا يبقى رقم 4 في النادي الأهلي لكن مهم إن أنا كنت هايلايت إيه الميزة اللي عند زعلوك اللي عجبه جدا مارس الكولر وخلته يبقى موجود مع الفريق الأول وهيكمل مع الفريق الأول خلي فترة